نروح مع حضراتكم من الأخبار اللي حصلت امبارح ليه الأخبار اللي ستحصل النهاردة بإذن الله النهاردة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيعمل جولة تفقدية لسوق العبور علشان يتابع توافر احتياجات المواطنين من أسماك وفاجهة وخدروات بأسعار مناسبة وجودة عالية قبل شهر رمضان النهاردة كمان هيفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية معارض أهلا رمضان في عدد من المدن بالمحافظة النهاردة كمان حينظم مركز التنمية المحلية بسقارة تلت دورات تدريبية للعملين بالمحليات وهي دورات لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسيكورتيري مجالس المدن والأحياء وسيكورتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالي وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكل أنواعها شركة تمياه الشربة بالقاهرة هتقطع المياه النهاردة عن خمس مناطق من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 4 العصر وده بسبب تحويل مصار أحد خطوط المياه ده ضمن أعمال تنفيذ أعمال كبري الميثاق في منطقة زهراء مدينة نصر أيضا النهاردة كمان أعلنت وكالة ناسا أنه فيه كوكب ضخم حينتقل بين الأرض والأمر على مسافة 159 ألف ميل فقط معنا النهاردة مع مباراة نادي الزمالك لهيواج فريق تونجيتسن غالي على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كمان النهاردة في الدوري الإنجليزي الممتاز هيكون معدنا مع ثلاث مباريات حماسية منشاستر ساتي حيواجه لاتز يونيتد الساعة 11 ونص الدهر ليفر بول حيواجه أسترونفالا الساعة 4 كريستر باليس حيواجه تشيلسي الساعة 6 ونص بالليل